وهنا طبعاً كان الإقرار النقاوي أو مجمع إقراراً ثالثياً يشرح تدبير الخلاص وهطلع نلاحظ إن القانون نفسه بيتكلم عن أقنوم الإبن بكتير كتير وعلشان كده لما يتيجي سيرة الإبن يقول مولود غير مخلوق في الولادة الأزلية وإن الإبن غير مخلوق وبيقول فوسك فوتوس نور من نور إله حق من إله حق إله حق من إله حق وعلشان كده القانون يثبت قانونية أو يثبت لهوت المسيح ومساواته للآب في الجوهر وأيضاً أزليته وأيضاً أنه مولود وغير مخلوق ودي فرقة كتير قوي وقال كده إنه تدبير الخلاص بقى بيشرحه الخانون إزاي إن الإبن دوت بصفاته اللاهوتية كالله الكلمة الظاهر في الجسد هو اللي دبر مسألة الخلاص من خلال التجسد الإلهي من الروح القدس ومن العزراء مريم ترجمة نانسي قنقر